تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البيهنات وأيدناه بروح القدس ولو شاء اللهم اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البيهنات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطابوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة المثقى فقد استمسك بالعروة المثقى لأنفصى لها والله سميع العليم الله ولي الذين آلوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤه الطابون يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه إذ آتاه الله الملك ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربه الذي يحي ويميت قال ألأحي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فقهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خارية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت بأتعام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آهة للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها أحما فلما تبيل له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أغلم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزا ثم دعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبة سبع سلابل في كل سنبلة لأتحبة والله يضاعف لمن يشاء والله آسع العليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من له ولا أذى لهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معرف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والهذا كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القرم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء برضات الله وتثبيتا وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فقل والله بما تعملون بصير أريد وحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقوه ولستم بآخذيه ولستم بآخذيه إلا أن تخمضوا فيه واعلموا أن الله غني الحميد الشيطان يعدكم الفقر الشيطان يعدكم الفقر ويهركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع العليم يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدو الصدقات فنعم ما هي وإن تغفوها وتؤدوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تغذبون للفقراء الذين محشروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم ليس عليك هدنا ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تغلمون للفقراء الذين محشروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهان سررا وعلانيا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطوا الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موئضة من ربه فانتهى فله ما سلف فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَا الرِّبَى إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرا وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَا يَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّا فَاكْتُبُوا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُلْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْرِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا نَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ وَنْ يُمِلَّهُ فَلْيُمْلِ الْوَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْرِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُهُ وَمْرَأَتَانِ مِنْ مَنْ تَرْضَنَ مِنَ الشُّهَدَاءُ أَنْ تَضِلَّ إِهْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِهْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَى الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُونَ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهُ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُونَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاطِرَةً تُدِيرُونَا بَيْنَكُمْ فَلَا سَعَلَاكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُطَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَيِّدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوطٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَخَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقُرُورًا فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤدي الذي اهتم إلى أمانته وليتق الله رباً ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم أو تغفره يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملايكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمئنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا أوسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما أملته على المذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طواقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك كتابا الحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز تنتقان إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات آيات محكمات هن أم الكتاب وهو خضو تشابهات فأما الذين في قلوبهم زيضهم فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسقون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وأبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن هم الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وضردوا النار كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذلوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون قل للذين كفروا ستغلبون وتعشرون إلى جهنم وبكس المهاد قد كان لكم آيتهم في فئتين انتختا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرا يرونهم مثلين امرأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين من ناس حب الشهوات من النساء والبنين والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسوعة والأنعام والحر ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأخوات مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقالتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم وأولو العلم طائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم